بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نفتح بيننا وغينا قومينا بالحق وانتخير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم ارجو الحق على لسنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا صدق في القول وفي العمل اللهم انا نعوز بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني الطبية اليومي ما تستغربش شبح داخل جسمك ما تستغربش لو قلتلك ان هناك شبح يقبع داخل جسمك هتخاف اه انا بخوفك هتقلق ايوا انا بقلقك بس في الاخر الحلقة هتديلك مفتاح ازالة هذا الخوف وازالة هذا القلق لكن لازم ان انا فعلا اخوفك ولازم فعلا ان انا اقلقك لان فعلا حقيقة هناك شبح يقبع داخل اكسى منه دون ان ندري ودون ان نشعر وللأسف ان استيقظ هذا الشبح ضمر الجسد تماما وبالتالي بحضر حضرتك ومتستغربش مني لما اقولك شبح داخل جسمك ايه يا طرى الشبح اللي انا بحضر منه وايه يا طرى اللي انت هتستغربت منه جدا من الكلمة دي معقول انا عايش وفيه شبح جوايا معقول انا بتحرك وبنام وبقوم وبصحة وفيه شبح داخلي بالضبط كده الا وهو الدهون الثلاثية والكولوسترول يا دكتور خوفتنا ايوا بخوفك ألقتنا ايوا بقلقك هذا الشبح ان استيقظ كما قلت لحضرتك هيضر الجسم وينس في الجسم تماما قد تستهون بهذا اللفظ الدهون الثلاثية والكولوسترول ولكنه حقيقة شبح من الناحية الطبية هذا الشبح القابع داخل جسم حضرتك من السهل جدا ان انا انهيه تماما ومن السهل جدا ان انا اتحكم فيه وكأنه غير موجود تماما ولكن ان اغفلنا اعيننا او غفلت اعيننا عن هذا الشبح قد يستيقظ في لعوة ما ينس في الجسم كله زي ما بقول لحضرتك يطرد دهون الثلاثية والكولوسترول اللي احنا سمعنا عنها كتير جدا وسمعنا كتير اوي ولكن هي عالية ولكن المعلومات الطبية لدى حضرتكم على ما اعتقد او على ما اتصور قليلة شوية في هذا الموضوع بالذات الدهون الثلاثية والكولوسترول عبارة عن مكونات توجد في الجسم البشري من المهم انها تكون موجودة نعم من المهم انها تكون موجودة ولكن هناك لمت او حد طبي لوجود هذه الدهون الثلاثية او كولوسترول الدهون الثلاثية او كولوسترول وخاصة الكولوسترول عبارة عن جزء اين جزء داخلي وجزء خارجي هذا الجزء الداخلي يفرز داخل الجسم ويحتاج الجسم جدا للعمليات الحيوية اليومية التي يقوم بها اما الجزء الخارجي اللي احنا بندخله عن طريق الاطعمة وتناول الاطعمة المختلفة بتاعتنا هذا التوازن لابد ان هو يكون موجود ما بين الانتيريور والاكستيريور الداخلي والخارجي لازم اعي تمام الوعي ان الجسم يحتاج كولوسترول خارجي ولكن بكمية محدودة الجسم يحتاج الدهون ولكن بكمية محدودة حتى لا تتعدى الحد المسبوح به وبالتالي ندخل في موضوع الشبح اللي انا بتكلم عنه مع حضراتكم الدهون السلسية والكولوسترول اسباب ارتفاعها كثير جدا جدا اول سبب ممكن حضرتك يكون بسببنا احنا وهي العوامل الغذائية ان انا بتناول كثير جدا من الدهون وبتناول كثير جدا من الجونكي فودز او الوجبات السريعة المطهية بطريقة خطيرة جدا جدا هتزود لي الكولوسترول والدهون السلسية العوامل الغذائية لنا بتناولها يوميا قد تساعد ايضا في زيادة معدل الكولوسترول والدهون السلسية هل يترى هناك اسباب اخرى غير العوامل الغذائية؟ نعم هناك كثير جدا من العوامل اللي انت بقى مش هتتحكم فيها نقدر لها اسباب مرضية او اسباب طبية الغذة الدرقية ومشاكل الغذة الدرقية ولا سيما قصور الغذة الدرقية خمول الغذة الدرقية يصاحب دائما بزيادة في الكولوسترول والدهون السلسية وبالتالي لابد ان انا اعالج السبب حتى اعالج هذا العرض الذي صاحب هذا المرض قصور الغذة الدرقية لابد ان يتحكم طبيا في وظيفة الغذة الدرقية وبالتالي هذا الخمول او هذا القصور يبتدي يتزبط وتتزبط معه الدهون السلسية والكولوسترول هناك جزء بسيط مش هنقدر ان احنا نتعامل معه الا عن طريق تقليل الدهون السلسية والكولوسترول طبيا وهو عوامل ورصية هناك بعض العائلات نجد ان فيه ارتفاع في الكولوسترول من الاب والام للابناء للأحفاد الى اخره دي بنقول عليها عوامل ورصية وبالتالي لما بنعمل التحاليل بتاعتنا نقدر نقول ان احنا هنتحكم فيها طبيا هنقلل المواد الدسمة والمواد الدهونية في الطعام بتاعنا هنزبط اكلنا وهندي بعض المواد الطبية اللي هتقلل لي الكولوسترول والدهون السلسية يا ترى امراض الكلة ممكن تسبب ارتفاع في الكولوسترول ودهون السلسية نعم أمراض الكلا مختلفة ممكن تسبب فعلا ارتفاع في الكوليسترول والدهون السلسية أيضا السكر ليس بريء من هذه المشكلة وليس بريء من هذا الشبح القابع داخل جسم حضرتك أيضا مرض السكر للأسف بيصاحب كثير جدا منهم ارتفاع في الكوليسترول والدهون السلسية طبعا ارتفاع الضغط العالي بيكون أيضا مصاحب بكوليسترول والدهون السلسية وللأسف في الحالة دي بدخل في دائرة مغلقة أو دائرة كده مقفولة هي وأمراض القلب وهقولك إيه الدائرة دي أيضا أمراض القلب بتسبب ارتفاع في الكوليسترول الدونس الاسية الضغط العالي وأمراض القلب مع ارتفاع الكوليسترول بيدخله في دائرة مغلقة يعني إيه؟ يعني أنا بلف في دائرة مغلقة القلب والضغط العالي هيسبب لي كوليسترول والكوليسترول الدونس الاسية هتسبب لي ضغط عالي وقلب وهكذا بلف الدائرة للأسف من الناحية الطبية مغلقة ودي بتخوف ودي تعضل كلامي اللي أنا بقول لحضرتك أن هناك شبح داخل جسمك دي أسباب ارتفاع الكوليسترول والدهون السلسية سريعا يطرى لها مخاطر الدهون السلسية والكوليسترول ما كنت سمتها شبح من النحية الطبية إن لم يكن هناك منها ضرر وأثار جانبية خطيرة جدا جدا على الجسم البشري أول حاجة أتناولها مع حضرتك القلب والأوعية الدموية القلب والأوعية الدموية من أكثر الأشياء تضررا بارتفاع الكوليسترول والدهون السلسية وما نسميه بقى بتصلب الشريين وطبعا أنا أتحدث في هذه الجزئية عن حاجة حياتية مرض حياتي قد يؤدي إلى الوفاة وله عزب الله أصلا الله رزيزي العفو والعافية لكم جميعا ونطيل في أعماريكم ومنتعكم بصاحة العافية وبالتالي القلب والأوعية الدموية الأكثر تضررا بالدهون السلسية والكوليسترول أيضا من الأشياء التي تأثر جدا بالكوليسترول والدهون السلسية الضغط والسألة الحضرتك هي من الارتفاع في الضغطها تأثر لي على القلب هتزود لي الكوليسترول الدهون السلسية وبالتالي بندخل في دائرة مغلقة حاجة مهمة جدا جدا ممكن الكوليسترول والدهون السلسية تأثر عليها وللأسف كتير ما يتحدث عنها وهي المشاكل الجنسية المختلفة من ضعف الانتصاب عدم الانتصاب فقد الرغبة الجنسية أيضا بيكون سببها ارتفاع في الكوليسترول الدهون السلسية أيضا الكوليسترول الدهون السلسية بيأثر لي على المايكرو بيسلز أو الأوعية الدموية الرقيقة جداً والدقيقة جداً في الشبكية وفي العين وبالتالي أيضاً هتسبب للأسف مشاكل في الرؤية وفي النظر بتاعنا أيضاً من ناحية المايكرو بيسلز أو الأوعية الدموية الدقيقة الكولسترول والدهون السلسية هتأثر لي على الأوعية الدقيقة داخل المخ وبالتالي النسيان عدم التركيز الإجهاد القلق إلى آخره من المشاكل التي تصاحب ارتفاع الكولسترول والدهون السلسية وتأثرها على خلايا المخ وشريين المخ الدقيقة والرقيقة جدا أيضا الدهون السلسية والكلسترول بتأثر لي على الكبد لأن هيزود لي دهون الكبد وإحنا تحدثنا كثيرا جدا عن الكبد وعندهون الكبد هجد للأسف مشاكل كتيرة جدا وأعراض كتير جدا هشتكي منها بوجود الدهون السلسية والكلسترول عرفت إنه شبح داخل جسمك وإن أنا غلطان في المسمى ما تستغربش مني لما قلت لحضرتك أن هناك شبح يقبع داخل جسمك وهو الدهون السلسية والكلسترول أتمنى أن أكون وضح وأتمنى أن أكون شلك الخوف والألأ أن نحن نحذر الأطعمة البسمة والمقليات الكثيرة الكثير تناولها الجانكي فودز أو إيواجبات سريعة التحضير الخارج البيت بتحتوي على كثير من الكولسترول والدهون السلسية أدي لك بسرعة مفتاح إزالة القلق والخوف من هذا الشبع ووصفة بسيطة جدا 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 كافية بأنها تزبط للكولسترول والدهون السلسية حقيقة وصفة بسيطة ولكن الدراسات التي أجريت على هذه الوصفة رائعة من الناحية الطبية ومن ناحية النتيجة الطبية بتاعتها ثلاثة فصوص من الثوم تقطع قطع نتركها 5 دقائق أو 10 دقائق حتى تتأكسر علشان أزود فيها المادة اللي أنا عايزها تسميها اللايستين وبالتالي بأخذ هذه الثلاثة فصوص المقسمة من الثوم مقطعة وأخذ معاها معلقة من زيت بزر الكتان أو الزيت الحار كما نسميه قبل النوم نعمل الوصفة البسيطة دي هتجد نتيجة رائعة جدا خلال أسبوعين في مشيت الله تعالى وللوقاية أن أنا أخذتها يوم كل أسبوع أو يومين في الأسبوع هجد نتيجة رائعة والتخلص من هذا الشبح المخيف والمقلق لحضرتك جدا ما تستغربش مني لما قلت لك شبح داخل جسمك سعدت جدا بلقائي مع حضرتكم إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة لمشيت الله تعالى أسألكم الدعاء واستودعكم الله اللازم لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته